احتفلت محافظة جنوب سيناء بذكرى الثانية وثلاثين لعودة طابة إلى الأراضي المصرية ورفع اللواء خليت فودة محافظة جنوب سيناء رفع العلم المصري بساحة العلم بمدينة طابة وبدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الوطني وإيقاد شعلة النصر وأخيرا رفع العلم المصري على طابة وقدم محافظة جنوب سيناء التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة ومشايخة وأقلاء سيناء بهذه المناسبة هذا النصر العظيم الذي سطر بدماء الشهداء من قواتنا المسلحة هذا النصر الذي هو على جبين كل مواطن مصري سواء يعمل في هذا المكان أو على أرض جمهورية مصر العربية أو يعمل في الكارج جميع المصريين لابد أن يعلموا أن هذه الزكرة غالية وهي استعادة الأرض لو لا الحرب ما كان السلام لو لا النصر ما كانت هذه الاستعادة لهذه الأرض الطاهرة أرض سيناء هو رفع العلم المصري وهذه الذكرة عزيزة على القلب وعزيزة على النفس يوم شرف يوم عظيم انتصار الجيش المصري وانتصار مصر بأكملها بعلمائها على المحاور جميعها في سبيل عودة طابة إلى أمها الطبيعية إلى مصر طابة جزء أصيل جزء يمتعنا بجانب كبير من البحر الأحمر والحقيقة أنا في رفع العالم اليوم لم أستطع أن أتمالك نفسي أن فعلا التنمية في جنوب سيناء خطط خطوات متقدمة جدا وطفرة تنموية على مستوى المجالات منها مجال التعليم حققنا فيه الحمد لله خطة الدولة المصرية 2030 وخاصة فيما يخص بناء المدارس ووصول إلى أبعد النقاط داخل الوديان الجبلية لوصول خدمة تعليمية لأولادنا من أبناء البدو في داخل الوديان بمدارس تخدم عليهم وتوصلهم عشان محصلة تتضرب وصلنا في الوديان الجبلية لمرحلة التعليم الأساسي وكمان لمرحلة الدبلوم الفني في الوديان عشان البنت البدوية تكمل تعليمها لحد المرحلة السنوية ترجمة نانسي قنقر